أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة علاقات راسخة تشهد على الدوام نموا يستند إلى أرث تاريخي من المحبة والأخوة والترابط وتحظى بكامل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله وأشاد سموه بمبادرات السعودية التي تقود حراكا تنمويا في المنطقة والعالم يلتقي حول أهداف سامية لخدمة الاقتصاد العالمي وضمان الأمن البيئي منوها سموه بالنجاح الذي حققته قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والنسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في خلق تجمع دولي يتطلع لتحقيق الأهداف البيئية ومسارات جديدة للتعاون الاقتصادي العالمي جاء ذلك لدى لقاء سموه أخيه صاحب السموه الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة السكرتير الخاص لسموه ولي العهد حيث استعرض سموهما عددا من الموضوعات والمبادرات موضع البحث في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والنسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وما تشكله من أهمية في خلق رؤية عالمية موحدة لمسارة التعامل مع التحديات البيئية والاستثمارية مشيدا سموهب المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تؤسس لحقبة خضراء وبنية تحتية تحمي البيئة وتحافظ عليها وأهداف منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي تسهم في صياغة أفاغ جديدة للتعاون الاستثماري العالمي مؤكدا أن مملكة البحرين تسخر جهودها لتعزيز العمل المشترك نحو المزيد من التكامل مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من مستوى متقدم للتكامل بين المملكتين الشقيقتين ووضع المرئيات التي تسهم في تقوية منظومة التعاون الثنائي لافتا سموه إلى أن الدور المؤثر للمملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية محل التقدير من الجميع فالمملكة الشقيقة لعمق الاستراتيجي وعامل الاستقرار إقليميا وعالميا من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام وحرص على مواصلة ترسيق العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة